السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معكم أخوكم محمد الشميري يرحب بكم لا لا عفوا أنا لست محمد الشميري أنا روبوت حتى لقد كنت أمزح معكم محمد الشميري حاليا هو من طلب مني أن أقوم بتجهيز هذا الفيديو لكم وأنا سعيد جدا أن تستفيدوا مني أعتقد قد علم معظمكم بثورة الذكاء الاصطناعي مؤخرا فلقد ظهرت أدوات وتقنيات عديدة تهتم بعدة مجالات فمنها يهتم بمجال التصاميم وتعديل الصور وعمل صور من الخيال ومنها يهتم بمجال المونتاج ومنها أيضا يهتم بمجال التعليق الصوطي والهندسة الصوتية والتلاعب بالأصوات واستنساخ الأصوات ومنها أيضا يهتم بمجال البرمجة والتطوير وهو ما يتعلق بالفيديو الخاص بنا وسنتحدث عنه سنتحدث اليوم عن أدات كابيليوت وهذه الأدات يمكننا أن نضيفها للمتصفحات الشهيرة Chrome and Firefox and Edge وبالإمكان نقوم بتنزيلها من متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد تمكننا الأدات من توليد الأكواد البرمجية بأي لغة برمجية كانت باستخدام الذكاء الاصطناعي وهي بمثابة شات يجري بيننا وبين الروبوت اليوم سنتعلم كيف نقوم ببرمجة أداة بسيطة تقوم باختبار أجهزة الأندرويد باستخدام لغة بايثون لقد قمنا حالياً بكتابة نص طلبنا بشكل مرتب يحاكي اللية عمل الآدات بالتفصيل كما ينبغي أن تعمل الآداء سنقوم بكتابة طلبنا كالتالي قم بكتابة كود بايثون لا دا تتضمن عدد اثنين اختيارات الاختيار الأول هو اصنع بايلود اندرويد والاختيار الثاني هو فتح جلسة ميتر بريتر جديدة وعند إدخال الإختيار رقم واحد قم بعرض رسالة إدخال عنوان الوتشوست وعند الانتهاء من إدخاله قم بعرض رسالة أخرى تطلب إدخال المنفذ البيورت وعند الانتهاء من إدخاله قم بالبدء بإنشاء بايلود الأندرويد وقم بحفظه بمسار الأداء ننتظر ثواني قليلة وسيتم إنشاء البايلود في مسار الأداء وعند إدخال الاختيار رقم اثنين قم بعرض رسالة إدخال عنوان الوتشوست ومن ثم سناخذ الكود عن طريق نسخ الكود ومن ثم الذهاب إلى الترمينال نكتب الأمر سودو نانو هاك داكش اندرويد دوت تو بي واي لتحرير اسم ملف الأداء ونلصق بداخله كود البايثون ومن ثم ستضيف تعديل بسيط فقط هو كتابة عنوان الكود بشكل عريض يظهر كل مرة عند تشغيل الأداء سنضيفه أعلى اختيارات القائمة نقوم بحفظ الأداء ومن ثم تجربتها من خلال الأمر python hack and android.py عفوا حدثت مشكلة بسيطة سنقوم بتعريف أدات فيجلت من خلال هذا الكود البسيط نقوم بتحرير كود الأداء مجددا ومن ثم أضافته هنا بالأعلى ومن ثم نقوم بحفظ التعديل ونقوم بتشغيل الأداء مرة أخرى ثواني فقط وستشتغل معانا نقوم باختيار رقم واحد من ثم نقوم بأدخال عنوان الجهاز الخاص بنا الذي سيتلقى التبليغ كيف نستخرجه؟ نقوم بفتح ترمينال آخر ونكتب الأمر ifconfig وهذا هو ال-l-h-o-st نقوم بنسخه إلى الأداء ثم enter بعدها ندخل المنفذ الذي سنستخدمه هو 4p-war-war-war-far ثم enter وننتظر حتى ينتهي من إنشاء البيلود ومن ثم نقوم بتشغيل آدات فيسور على لينكس لاستعراض جهازنا الأندرويد ومن ثم نقوم بسحب البيلود إلى شاشة الأندرويد حاليا نحن نشرح بشكل تعليمي فقط عن كيفية إنشاء أدواتنا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فقط مجرد شرح تعليمي لكتابة الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد ذلك نقوم بتثبيت البيلود على الاندرويد ونعود إلى آداتنا ونختار الاختيار رقم 2 وبنفس الخطوات السابقة ندخل LHOST ومن ثم Port وبعدها ننتظر حتى يتم فتح جلسة ميتر بريتر جديدة بعد أن نقوم بتشغيل البيلود على جهازنا الأندرويد فعلا سنقوم بتجربة ذلك ونقوم بفتح البيلود وحاليا كما لاحظتم تم فتح جلسة جديدة سنقوم بكتابة أوامر بسيطة للتأكد من ذلك نكتب الأمر Size Info لمعرفة النظام الذي نختبره أيضا سنقوم بكتابة الأمر Help لاستعراض جميع أوامر ميتر بريتر ونكون شرحنا لكم تعليميا كيف ممكن نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي كمبرمجين ومطورين لا أن نتقادم ولا أن نجعل الذكاء الاصطناعي بعبع يخيفنا يجب أن نستغله لصالحنا وبالأخير إذا إعجبك مثل هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى عمل لايك ومشاركة رابط الفيديو في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر